السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرة هي الجهود والمحاولات التي قامت بها أطراف عربية وإقليمية ودولية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة للصراع العربي الصهيوني هذا الصراع الذي شهد فيضا من الخطط والمبادرات ومشروعات التسوية السياسية ورغم كل ذلك ما زالت المنطقة بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية التي يمكن أن تقود إلى سلام عادل وشامل وداء ويبدو أن عملية السلام اليوم قد وصلت إلى مأزق خطير ومرحلة حرجة نتيجة لسياسات الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة التي أرادت أن تترجم توازن القوى إلى أمر واقع في حين أن سلام توازن المصالح هو الذي قد يوفر الاقتناع لدى الشعوب للمحافظة عليه أما سلام توازن القوى فهو مؤقت ومقلق كما يراه البعض ويبدو أن التسوية السياسية لهذا الصراع تأتي من طبيعة الصراع الذي يندرج ضمن ما يسمى بصراع الوجود فهل ستعطي المفاوضات المباشرة مع الصهينة خطوة إلى الأمام؟ وهل ستكون طوق النجاة؟ وهل الحكومة اليمينية الصهيونية جادة في مساعها؟ وما هو مصير القدس والجدار العازل وبناء المستوطنات؟ وهل فعلا المجتمع الدولي عاجز عن إيجاد حل عادل لهذا الصراع؟ هذه الأسئلة وغيرها سنتوجه بها لضيف حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مع الحدث والتي ستكون بعنوان القضية الفلسطينية ومعوقات الحل مع الدكتور ماجد الزبيدي الأكاديمي والباحث في الشأن الفلسطيني فاسمحوا لي أحبة المشاهدين أن أرحب بكم وباسمكم بضيف الكريم أجمل الترحيب أهلا وسهلا وحياك الله دكتور شكرا جزيلا لنبدأ من القرارات الأممية وبالتحديد قرار مجلس الأمن 242 الذي نص في مقدمته على مبدأ عدم جواز الاسيلاء على الأرض بالقوة ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ويدعو إلى الانسحاب منها وإلى ضمان أمن جميع دول المنطقة وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين وقد تعذر تطبيقه كما تعلم منذ صدوره في خريف ال67 أما القرار الأمم الثاني فهو 338 فتضمن اعتماد التفاوض كحل للأزمة هل يمكن اليوم تفعيل القرارين لإيجاد حل لهذه الأزمة؟ واليوم نرى قرية كاملة في النقب تهد ويهجر أهلها بسم الله الرحمن الرحيم أولا الواقع أن ما طرأه بعد عام 1967 على واقع الأرض في فلسطين المحتلة ومثال ذلك من مبادرات ومن اتفاقيات عربية إسرائيلية لا تسمح في رأيي المتواضع لا تسمح بالتطبيق الحرفي لما نص عليه القراران الذين جاءوا بعد حرب عام 1967 وحرب رمضان المجيدة عام 1973 لا سابق كثيرة من أهمها على الإطلاق هو أن هناك الآن ما يزيد عن 145 مستوطنة إسرائيلية في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وأن هناك أكثر من 100 بؤرة استيطانية متحركة وصغيرة تضاف إلى هذه المستمرات وأن هناك نصف مليون مستوطن يهودي في أراضي ومدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس الشرقية أضف إلى ذلك ما تقوم به إسرائيل من هدم متواصل منذ عام 1948 حتى الآن وآخرها ما تفضلته وعشرت إليه من هدم كامل من قبل 1300 جندي وشرطي إسرائيلي إضافة للجرافات العسكرية لمنازل قرية وبلدة العراقيب التي بنيت قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948 يعني هنا هاي سياسة الهدم متى بدأت؟ وهل سياسة الهدم والضم يمكن أن يكون معها سلام عادل تحت قرار مدلس الأمن 242 الذي أشربنا إلى هذا القرار يؤكد على عدم جواز أن يتم أي شيء بالقوة وإذا كانت هي يعني هم يعتبرون من فلسطينيون الثمانية واربعين فإذا أين حقوق الإنسان؟ وإذا كان هو خارج حدود دولة الكيان الصهيون المسمى بدوت إسرائيل لماذا لا يقوم المجتمع الدولي بإيجاد حل يلزم الجانب الصهيوني باحترام حقوق الإنسان ولا يحتحق الإنسان في اتفاق الجيني بالمعروفة؟ نعم الواقع العدو الإسرائيلي عدو الصهيوني هدم حتى هذا العام 540 قرية وبلدة وتجمع فلسطيني منذ عام 1948 الآن في منطقة النقب ومنطقة النقب أو صحراء النقب مساحتها أكثر من نصف مساحة كل فلسطين مساحتها أربعة عشر ألف كيلو متر مربع في حين أن مساحة قطاع غزة كله 362 كيلو متر مربع في حين أن مساحة الضفة الغربية كلها 5800 كيلو متر مربع يعني مساحة صحراء النقب لوحدها أربعة عشر ألف كيلو متر مربع قرية العراقيب يعني لمن لم يعرف أو لمن لا يعرف قرية العراقيب أنشأ الصهاينة قبل سنوات في أراضيها 1200 دنم من الأشجار الحرجية وغير الحرجية تمهيدا لهدمها مع 45 قرية هناك 45 قرية في منطقة النقب الغربي في منطقة النقب الفلسطينية هي لا تعترف بها إسرائيل رغم أن المواطنين العرب الفلسطينيين يحملوا الجنسية الإسرائيلية ويشاركون في انتخابات الأحزاب الإسرائيلية إذن أين حقوق الإنسان الفلسطينيين 48 كما يقال هناك سحب هويات هناك منع لم شمل العوائل هناك تغيب هناك لا توجد فرص عمل هناك تهميش لهم وهناك وهم مشاركونوا حتى كما ذكرت في الانتخابات إذن أين حقوق الإنسان سأجيبك على هذا السؤال لكن اسمحني أن أعطي المشاهد العربي الكريم إحصائية أيضا رقمية حقيقية حديثة هي أن إسرائيل فرضت القانون الإسرائيل على القدس موجب قرار الكنيسة تضم القدس عام 1980 وضم الجولان أيضا عام 1980 في القدس على سبيل المثال إسرائيل أفقدت حق المواطنة ومنعت حق المواطنة لـ 86226 مواطن فلسطيني مقدسي أي مجموع أربعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين عائلة مقدسية أصبحوا خارج حق الإقامة في القدس أين تذهب هذه العوالي؟ نعم هذه العوالي تذهب إلى الضوء الغربية تذهب إلى الهجرة إلى الدول العربية إلى الخارج وتمنع من حق المواطنة من أجل إيجاد أكثرية يهودية في منطقة الجليل والنقب والقدس الشرقية إسرائيل في عام ونصف وعام 2009 ومنتصف عام 2010 سحبت هويات 829 مواطن فلسطيني في عام ونصف في الجولان المحتل على سبيل المثال الجولان المحتل حدمت إسرائيل 137 قرية ومية واثنية عشر مزرعة المجموع كامل 249 قرية ومزرعة تم هدمها هدما كاملا في الجولان هضبة الجولان في مدن وقرى الجولان العربي المحتل أين حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ كل منظمات حقوق الإنسان في العالم الدولية والإقليمية وكل مراكز حقوق الإنسان في العالم وكل مجلات القانون في العالم تقف صامتة وعاجزة دون أي رد فعل عن كل تصرف قانوني يتعلق بالعدو الإسرائيلي لأسف الشديد هذه حقيقة القانون الدولي هو أخرص في مواجهة كل الأفعال والأعمال الإسرائيلية خذ مثال أعطيك مثال الحديثة خذ مثال قرار محكمة العدل الدولية محكمة الله هاي ترجمة نانسي قنقر